عشان كده بنقول ظهر لأن الظهر ده لما شوف ابني أو بنتي لما شوف بنتي غلطانة لما شوف بنتي في أزمة حتى لو هي السبب فيها الأول ببقى جنبها وظهرها وأقول لها متخفيش وما خليش أي حد يهز ثقتها بنفسها ولا يكسرها ولا ييجي عليها ولا حتى الدنيا تيجي عليها طول الوقت حاسة أن أنا عندي باب على فكرة حتى اللي بابها دلوقتي مش موجود بس لما كان عايش وموجود معاه كان لها الظهر والسنة بنت قوية بنت قوية جدا ولما تيجي تتكلم عنه تقول أنا كان عندي أب أنا تربيت وطلعت في بيت كنت شبعانة من حنية الأب طب أنا هقولكوا طبعا بما أننا كلنا بنتابع التريندات دلوقتي أكيد شوفتوا بقى نموذج تاني كان فيه لقاء انتشر جدا جدا يعني الفنانة أنغام وأعتقد أن أنا كنت أول مرة شوف لها لقاء بالصراحة اللي هي تكلمت بيها عن تفاصيل تفاصيل حياتها وطفولتها وعلاقتها بباباها ومامتها وباخوتها لكن برضو كان التركيز ومحور الحوار كله هي علاقتها بأبوها اللي شكلت شخصيتها وحياتها وعلاقتها بكل الناس اللي حاوليها بعد كده في حياتها أنغام كانت بتتكلم عن أنه هي في طفولتها قوي كانت مرتبطة بباباها جدا ممكن بالنسبة لها النموذج لغاية ما كان فيه يوم كان هو الفيصل في كل حاجة في حياتها اليوم ده كان إيه اللي غير علاقتها بأبوها اللي غير نظرتها للحياة بعد كده وشكلها بشكل تاني وكانت معاناتها لكن بعد كده كانت نجحتها هي إيه اليوم اللي بابا درب فيه مامو من هنا ابتدت أشوف بابا بشكل مختلف ابتدت أخاف منه ابتدت الحياة بقى نظرتها مختلفة مش قابلا ويحضرني مش قابلا أنه ييجي جنبي فهنا بابا بالنسبة لها ما كانتش مصدر الأمان ما كانتش مصدر الحماية بالعكس كان مصدر الخوف اللي ممكن يضربني ممكن يضرب ماما اللي ممكن فجأة كده ماما قابلة بالخنوع وبالعلاقة دي وابتدت هي بعد ما كبرت تلوم على ماما أنت إزاي مستحملة ده ما أنا مستحملة ده علشانكو فبدل ما بابا يبقى عمود البيت مصدر قوتنا بقى الحاجة اللي احنا بنخاف منها واللي بعد كده بتشكل على فكرة البنت اللي بتخاف من الارتباط بيبقى السبب بابا صلاح شافت مش هو ده النموذج اللي أنا يخليني متطمنة واعرف أختار وأنا مرتاحة أو بتجوز جوازة غلط لإني بختار فيه شوية صفات بتخدع فيها وقول إيه لا 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 ده مش زي بابا خالص أنا اللي أنا كنت محرومة منه مش بعدش منه في بيت أبويا هلاقيه أكيد مع الإنسان ده فبجري وراء أول كلمة حلوة تتقلي وبعد كده بلاقي نفسي مخدوعة واختياري ده كله غلط فيه حاجة هبة معلش أقولها في النقطة دي قبل ما ناخد التليفون هو تحكيم صورة الأب في الاختيار الزوج هي في الحالتين غلط يعني لو الأب قاسي فأنا بحاول أختار زوج حنين وبس وبتغادع عن صفات تانية كتيرة فده غلط ممكن يطلع في صفات تانية مش متوافقة معي ولو الأب عظيم جدا 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 وأنا عايزة زوج أو هي عايزة زوج يحبها زي ما أبوها كان بيحبها عمرها لو لو لفت العالم كله لو أبوها بيحبها وهي حاسة بحب أبوها عمرها ما تلاقي حب زي حب الأب لأن حب الأب حب غير مشروط يعني لو غلطت لو علت صوتها لو راحت لو جات لو اتديقت لو غبت لو 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 الأب حض مفتوح يحب بس ما ما يقدرش أكتر من يعني ما يعمل يعني ما عندوش حدود للحب ممكن يعاقب لكن لكن الزوج آه طبعا يعاقب بس بحب ممكن يعاقب بس بحب بل منه العقوب أو يقدب مش يعاقب بقى يقدب بحب لكن الزوج لكن الزوج حب ومشروط أنا بحبك بس بشارط أن أنت تبقي كويسة معايا ما تأثريش ما تأثريش معايا في احتياجاتي كذا ما كذا 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 حبه مشروط لكن هو الأبوة دي يعني قيمة عظيمة جدا وانا آسف ان انا اقول في مجتمعاتنا خاصة المجتمعات الشرقية فكرة الكلام عن الأب وعن الأبوة قليلة جدا 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 اعتدنا نبروز الأم ودور الأم وان كان ده واجبنا وان كان ده دورنا وان كان دي حاجة حلوة جدا 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 ونقلل شوية من دور نقلل احنا قد ايه حب الأب أو قد ايه الأبوة حاجة عظيمة جدا